موسيقى الآن بالنسبة للطماطم نحن نحن في نفس الإقاع فوصلت عن تسية أشرف بالنسبة للطماطم أولا على مستوى الطماطم لا يوجد أي مشكل على مستوى الإنتاج البرنامج الذي خططته وزارة الفلاحة نفده تقريبا 1-5800 هكتار أو 1-5700 هكتار يمكنه 60 ولو 50 كان واحد التقييد الدقيق بالمساحة المزروعة في هذه المرحلة من السنة المعروفة بالخفاض درجة الحرارة يتم الاعتماد على الزراعات الدافئة الموجودة في منطقة شتوكافسوس الآن المنتوج موجود كائن وكافي جدا ولم يكن من المفروض أن يرتفع ولكن يرتفع لأن هناك طلبون على المستوى الدولي كبير جدا هل تتعرف بأنه لم يكن تعمل في السوق الدولي أنورو سيكونت واحد لورو 50 ما الذي يقع؟ هو أنه كان واحد التوجه أكبر نحو التصدير بالإضافة للنقطة الثانية التي تكلمت عليها الأستاذة في كيوسك أنفو التي ترتابط بأن السوق الداخلية غير معقلانة ومازال فيها مجموعة الاختلالات عبر تعدد الوساطة التي يرفعها من الأتمان أنك تأخذ مثلا السوق الآن التي تقريبا تدخلها حوالي واحد المئة وعشرين شاحنة في اليوم الذي هو إنسجان خاصة به هذا الطماطم تتلقى بأنها تدخل بواحد ثمن معين وتخرج بثمن آخر لكن الذي يقع هو أنها تدخل بثمن وتخرج بثمن مضاعف قبل أن تصل إلى الضر البيضاء والرباط إلى غير ذلك من المناطق الأخرى فالحكومة نقشت هذا الموضوع وتدخلات عبر مجموعة من الآليات المتاحة وخلال هذا اليومين هذا خلال هذا اليومين القديمين إن شاء الله سوف تعود الأسعار إلى الإنخفاض وأنتمنوا من الله أنه نوصل إلى اتفاق إن شاء الله مع المهنيين للنقل لكي لا تكون عودة تداعية وحدة أخرى التي تأثر في هذا المنظومة لأن هذا الشيء هذا يتأثر ببعضه البعض كل شيء تتأثر بحاجة وحدة أخرى لكن هذه 500 ألف التي تتحدثت عنها هي التي مسموح بها للتصدير الالتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق الموجود بين بلادنا والالتحاد الأوروبي إذا فتها ما سوف يوقع؟ سوف تؤدي الرسوم للدخول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة